اشتركوا في القناة تقريباً يعني الدايركت ما يوقف التعليقات ما توقف على هالسؤال بالذات ألا وهو ليش حرير مو نايلون يصير ألفح بنايلون وشن الفرق وليش أركب حرير شن مميزات الحرير وشن مساوئ النايلون سواء كان فلورو ولا مونو بداية الحرير يعطيك انسيابية بالهوى هذا واحد الين الحرير الين من النايلون ثانيا السماكة نفسها الدايمتر الحرير أقل نفس القوة يعني تجيب مثلاً 25 باوند وتجيب مونو 25 باوند رح يكون الحرير أنعم وأخف من المونو أو من الفلورو 25 باوند كذلك من ميزات الحرير إنه ما يكون في ستريتش وهذه من أهم الميزات طبعاً الحرير أنواع وأشكال وشركات وفي X4 وفي X6 وفي X8 وفي X10 أنا ما عارفهم صراحة أنا أستخدم شركة واحدة 40G Finz شركة أمريكية شيء معروف مو شيء تجرب كل شهرين منزليلك اسم جديد ومنتج جديد شيء خلاص منت تعود عليه اللاين من يركب على مكينتك خلاص أمورك طيبة طبعاً يا شباب أهم نقطة الحرير وأكثر سؤال يقول لي ما يصير أنا ألفح بحرير بدون ليدر ودوخة وترديع هذا من مساوء الحرير للأسف أول شيء يبين بالماء ثاني شيء التنشن عليه أي نو أو أي شيء يعني اسمتشها تصيدها تلحف من تحوش الصخر راح ينقص فهذا ميزة الليدر الليدر دايم يكون عادي يتجرح 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 يتحمل لغاية ما تطلع لسمتشه تأخذها يعني لغاية ما تصيد لسمتشه الليدر مهم لأنه فيه فيه الميزة هذه قابل لأنه يتجرح بس ما ينقص وكذلك الستريتش هذا ما فيه ستريتش وينقص إذا حاش الصخر فهو زين للتشويح وخفتها وشيل الميرور عدل لكن من عيوبه أنه ينقص وإنه ما فيه ستريتش وهذا يوفر لك الليدر الليدر يكون فيه ستريتش وماينغرز الحين الرابع أكلمكم على الليدر كلمة الليدر هي القطعة اللي تركب الخيط اللي يركب بعد الحرير وقبل الميرور الليدر ينقسم ثلاث أقسام السيم السيم واحد اثنين فلورو كاربون الثلاثة مونو خيط المونو نخلي السيم على صوت نبينتكلم عن الفلورو كاربون ونتكلم عن المونو شنو الفرق بين هذا وهذا ومتى أستخدم هذا ومتى أستخدم هذا أولا الفرق بينهم الفيزبلوتي الرؤية بالماء الفلورو كاربون اللي مكتوب عليه فلورو كاربون الكلمة هذه الليدر اللي مصنوع من هالمادة بالماء يختفي المونو يبين خيط بالماء موجود يبين هذا يعطيك ميزة الفلورو أفضل من المونو لكن هم المونو في ميزة أفضل من الفلورو ألا وهي الفلوت الفلورو كاربون اللي بيدي هذا غير عن المونو خيط المونو اللي بيدي هذا الفلورو كاربون الخيط لما تركب عليه ميرور أو بدون ميرور تنزلها بالماء الخيط تفلها تنزلها بالماء يغرق سينك ينزل لي القوع المونو لا بالعكس المونو إذا قطيتها بالماء يتم طافح غير عن الفلورو يتم طافح فالمونو غالبا تستخدمها بالميارير الصغار التوبوتر غالبا يعني يعطيك أفضلية بالأكشن ويسبح الميرور بطريقة أفضل من إذا كان راكب على فلورو الفلورو ممتاز حق الكرانك حق السوفت وحق كذلك الجرق بيت لكن توبوتر المونو أفضل منه الحين أتكلم وإياكم عن الحرير وشن الفرق بين هاللين وهاللين طبعا الأرقام اللي مكتوبة عليه تشرح كل شيء أنا ليش أحب شركة فينز أنها تتعامل بال البي بالباوند أنا ما أحب الأرقام اللي هي بي اي بوينت فور بوينت ايت بوينت مع أنه يكتب هنا الديامتر لكن أنا الأرقام اليابانية مو حيل وياها يعني أنا أتعامل ويا ال 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 الخيط بعض الشركات يكون مثلا يقول لك 25 باوند تست يشيل 19 كيلو أو 42 ال 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 المقاصات هذه المعلومات اللي مكتوبة هنا أنا يعني عن نفسي حاليا أشوف أني ما يعني ما أركز عليها كثر ما أركز على ال ال تست طبعا في مكاين تكون الاسبول مالها كبير مثل 4,000 ونت صاعد ف ما يكفي أنك تشيل 150 ياردة 150 ياردة ما يكفي يكون أقل تقريبا نص الاسبول فتضطر أنك تشتري 300 ياردة 300 ياردة حق المكاين الكبار اللي هي 5,000 و 6,000 حق ال طبعا كلمك بالنسبة لنا الكويت مو بالنسبة لدولة سلطنة عمان الشقيقة والإمارات العربية المتحدة لشقة هناك ما شاء الله تبارك الله عندهم اللي عندنا يعني هيفي عندهم لايك لأنهم هناك يستخدمون الإكستر يعني الميرور يوصل هالحجم شيء خيال الله يهنيهم يا رب بسمتشتهم والله يرزقهم إن شاء الله الأجواء الزينة ويستر عليهم والصيد الزين حاليا تقريبا شرحت لك أغلب النقاط طبعا لون الحرير لا تعتمد يعني وايد يعني على اللون يعني عادي أي شيء الفلورو لون واحد غالبا يكون أبيض مرات يصير وردي بعض الشركات الحين راح أشرح لكم شلون تركب هذا بهذا وهذا بهذا السلام عليكم تابعوا الله يتكمل عافية شباب طبعا هذا شرح بسيط جدا وأنا ما أحب التعقيد نهائيا والترديعة اللي الحين راح أراويك إياها تربط شلون تربط الحرير بالليدر بسهالة وأكره ما عندي التعقيد أنا أشوف مو من الناس اللي أحب يعني في ناس هوات يتعلم ترديعات ويجد أنه أنا سوي ترديعة اسمها مايكل جاكسون ويربط ويعقد الدنيا وهو الموضوع سهل جدا بخصوص الترديعة لأن سمتنا بالكويت مايحتاج الترديعات السوبر هيفي أو على قلتهم إكسترا هيفي فأنا الحين عندي مثل ما أنتم شايفين هذا الحرير هذا الحرير تعرفون الربطة هذه شوف شوف يا جماعة هذه أول ترديعة تعلمتها من علمني عليها محمد الكندري الله يذكره بالخير صديقي العزيز ونوخ ذاي مدربي تشوف الربطة العادية هذه أي واحد يعرف يربطها شوفونها شوفوا شلون نسوي منها ترديعة ونربط الليدر بالحري طبعا هذه اللي بحرهم في تونة لا يسويها هذه حق شعم قرقفان مزيزي سبيطي ما دري شنو منها السمتش الحلو طبعا هناك لازم نقص أول شي أوكي نجي هني هذا الحرير وهذا الليدر ركبهم على بعض النهاية هذه والنهاية هذه مثل ما انتم شايفين بعدين الربطة العادية هذه شوفونا اللي تو سويتها لكم مرة مرتين ثلاث اطلع انت بعد الحرير ليش الليدر ما طرع ثلاث اربع شوفون تكون سلسلة جدام بعض شوفون تكون جدام بعض بحيث انها انا ما دري الفوكس شلون لكن نحاول اني اندقل عليه شوفون شوفوا شلون وراء بعض يعني ما تكون راكبة على بعض فوق بعض اللفات تكون جدام بعض بعدين ببساطة هذا هني الليدر والحرير وهني الليدر والحرير تكذبهم شوف عشان تكون واضح هذا هذي هذي الترتع شوف بعدين تشد الحرير بعدين تشد الليدر تحياتي وحبي وتغديري شوف تكبر شوف الترديع سهلا امورك طيبة بس لما تبي تشوح ميرور لا تخلي هدش داخل القايدات اللي هو حلق السنارة وصلها لبر على طرف حلق السنارة وشوح هذي الترديع الاولى الحين نسوي اياكم الترديع الثانية بس دقيقة ربع سامحوني طبعا الفيديوهات شي بسيط لكن احاول اني افيدكم قد ما اقدر وترى انا تصويري يعني لا هو كاميرا احترافية ولا شغلي كل من التليفون هذا قصينا الترديع الثانية اللي هي دبل يوني هذي شوفونها هذا الحرير وهذا الليدر شوفونهم نفس الطريقة نركبهم فوق بعض نركبهم فوق بعض هذي اسمها شنو دبل يوني اللي قبل شوي نسميها مايكل جاكسون هذي دبل يوني الدبل يوني تسوي تمسك الحرير الحين هذا شوفوا يا جماعة راكبين فوق بعض الحرير والليدر طبعا احنا ما ناخذ شي كبير يعني شوفوا يعني هذا ترى بس هذا الكمية الحرير والليدر فنجيب الحرير نسوي دائرة هني شوف فوق الليدر بعدين ندشش الحرير على بعض اربع مرات او خمس مرات نفسه ربطه نفسه اللي قبله شوي واحد اثنين ثلاث اربع خمس بعدين تشد الحرير على الليدر شوف 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 شدينا الحرير على الليدر الحين نجيب الليدر الصوب الثاني الصوب الثاني شنسوي بالليدر نسوي نفس الطريقة نفس الحركة دائرة شوف دائرة بعدين واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة بعدين نمسك الليدر ونشد شد 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 يركبون على بعض شوف هذه اسمها الدبل يوني هذه حتى الحوت لازرق تصيد امورك بالسليم انا والله ما ادري اذا واضح ولا لا لكن اتمنى انكم تشوفون طبعا هذا بعد هني هني ايوه فوكس تكفو فوكس المهم يا ربا هي كفكرة واتمنى منكم ان الكل يقعد ويا نفسه ويراجع افكاره ويطبق هال اشياء اللطيفة اللذيذة شوفوا هذي الدبل يوني جوبون شون ركب الحرير على الليدر تسكر الليدر بدائرة وتربط خمس مرات وتسكر الحرير بدائرة تربط خمس مرات وبعدين تشد هنا وبعدين تشد لاثنين على بعض وسلامتكم هذي ترديعتين على السري الحين الترديعة الثالثة شنو هي الترديعة الثالثة سلمكم الله اذا عندك ميرور بس ما عندك سناب عندك ميرور بس ما عندك سناب شنو تسوي احنا هذي المقراضة هذا الميرور دعم في حلقة هذا الميرور دشش طبعا مرات الميرور يكون بس الحلقة اللي بالميرور مرات يكون راكب علي سبلترينج انت تبي تركب هني او هني نفس الشي تسوي تعقد ربطة حلو بعدين دششها بالحلقة مالة الميرور وتشد هني بعدين تركب هني تشوف الحين دائرة صار عندي عقدة ما لعلاقة تشوفون عقدة تجيبها دششها مرة ثانية تمام تمام بعدين واحد اثنين ثلاث اربع هني شوف تردها وين نفس الدائرة يعني تدش وتطلع من نفس الدائرة شوف شوف هذي حق شنو اللي ما عنده سناب طبعا انا هني خليتها كبيرة عشان اوضح لك بالتصوير شوف قفالك الحين عندك الحرية انه يتحرك الميرور ويسبح كأنك مركب سناب طبعا هذي حق اللي ما عنده سناب لكن عندك سناب وتجازف بهذه لا غلطان لانه في حال ضربت سمتها على ميرورك كبيرة وبلعت الميرور طق هني راح تقص لك اما السناب يعطيك افضلية انه تحافظ على سمتها وكل هذا وابيكم تسامحوني على التكسير برداءة التصوير لكن اتمنى انه وصلت لكم الفكرة وتحياتي للجميع المتابعين من جميع الدول العربية اخوكم مشاري العبدلي انكل كاست لا تنسون لايك وسبسكرايب وكومنت كذلك تروح على الصح ضق شير تختار تروح على كيفك واتساب تويتر انستغرام اي شيء وشير انشر الفيديو وتذيب هالطريقة انت تكافئني على الجهد وكون شاكر لك تحياتي لكم تسمحون على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة